لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله نزلها للاستفتاء نعم او لا قولك لا نضع عناصر الهوية تحت الاستفتاء ها انتم ديمقراطيين اللي اعمل هذا الدستور علماني ومعروف بتوجهات راديكالية في مجال العلمانية جات غير في قناطية عناصر الهوية ما لا تستفت فيها ما لا تفرضها بالقوة افضل تفرضها بالقوة فرضها ببوتفليقة قبل مارسوم عموا وصفقولوا وجي الان تفرضها بهذه الطريقة من اجل مادة الدستور فيه ايجابيات كثيرة حقيقة ولكن من اجل هذه المادة سيرفضه الجزائريون سيرفضه الكثير الا اذا كان تم تمرره بطرق اخرى والظاهر ان السلطة تريد تمرره باي وسيلة كانت وترجعنا للأهد البتفليقي لماذا لم يكن هل تؤيد ادراج التمازيغة تحطها بين قوسين كعنصر من عناصر الهوية الوطنية او انها لغة رسمية وطنية للدولة الجزائرية نعم او لا يطلعوا الاغلبية قالوا لا مع السلامة يبقى لك قضية ادراجه كقرار ثقافي خليها بمرسوم رئاسي من طرف رئيس الجمهورية وخلاص الاغلبية التي تطالب مجيش اقلية تفرض تفرض روح قولهم وشه التمازيغة قبل ما تديرها كنت تدير مادة وتقول قول انه تعمل ما تعملهاش لغة وطنية ما تعملهاش لغة وطنية انها تعمل الدولة على ترقيتها عندما تصل الى ما صاف تتوفر فيها شروط اللغة سيتم ادراجها كلغة رسمية وقلهم اروح اذا حققتها لي حققتها هذه ووفرت فيها الشروط انها تكون لغة من ناحية الحروف وتتفخ فيما بينكم وكذا 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 اروح مباشرة تعديل عن طريق مرسوم رئاسي عدلها بمرسوم رئاسي او عن طريق البرلم اروح قولهم اتقول لي انه الدولة الجزائرية حاب تسحب البساط لانه هذه القضية ملف ملغوم قادر قادر يأثر قادر هذه المنطقة معروفة بتمردها هي منطقة القبائل تحديدا الجزائرية فيه جزء كبير من ناس متمردين سياسيا وكذا وكذا على الدولة حقيقة يقول لك هذا حتى من باب كسب وده والاغلبية الساحقة اللي تقول لك لا هذو لا يساوون شيء المهم ترضي منطقة لا اذا كرح نبدأ وعهد جديد جمهورية جديدة هذه اللغة تقول السلطة للشعب السلطة للشعب حتى في هذا عدل الدستور قبل ما تعدل الدستور اقول انا قلت لك كان ما صار تعال برلمان تعال برلمان احسن ولكن في قضية ادراجها كعنصر من عناصر هوية حتى لا تقع لا في حرج في الداخل ولا في حرج في الخارج اعملها استفتاء ارفض الشعب اذا هذه ليست صالحة الى حد الان اعملها لجنة خبراء لغات جيب لهم خبراء الليسانيات من كل العالم واعملهم لجنة وخلي يبحثوا فيها حتى عام ويشوفوه هل تصلح تكون لغة رسمية للدول اذا قالوا نعم اتحدى اذا قالوا نعم راحنا نكون اكبر الناس مؤيدين انا اقول هذا الكلام ليس انني ضد هذه المنطقة ولا معاذ الله ابناء الجزائر بمختلف لهجات ومختلف ألسنتهم والتنوع اللساني والتنوع الثقافي والتنوع هذا كل شيء جميل يخدم الدولة الجزائرية ولكن انه يتحول هذا التنوع الى تضوع كما يقال ويكون خطر على وحدة الطراب الجزائر فاعتقد ووحدة امن واستقراء الجزائر والعلاقات بين الجزائرين فهذا خطر عندما تجي تقول لي تقول لي هكذا من آباب وهذه الحقيقة ما يحبوش يقولوها فقط الحقيقة انني اريد اسكات هذه المنطقة هذه المنطقة اللي رمضار سنوات تمردت على الدولة لا تدفع كهرباء ولا تدفع غاز ووصلت واحد المضحلة حتى طردوا عناصر الدرك الوطني من تيزيوزو انا لا اقول هذا الكلام يا جماعة انني احرض على ولاية تيزيوزو وهذه ولاية جزائرية وشعبها جزائري ويحمل الجواز الجزائري مهما كان لسانه مهما كان الكلام اللي ينطق به حتى اذا طالب انه تكون لغة رسمية من حقه انه يطالب ولكن هو يطالب والدولة يجب ان تكون لديها انت تطالب اني ادرجلك لغة رسمية روح اقنع الجزائريين خاطب الجزائريين لما تقنع لي الجزائريين يقولوا نعم على هذا الامر انا رئيس جمهورية انا خادم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله